قصة قصيرة نون النسوة وكل واحدة منهن شقت طريقها بعد هذا اللقاء الجديد والذي حصل بالصدفة قررنا إعادة إحياء تلك الأيام والذكريات وتجادب أطراف الحديث في جلسة أسبوعية مع فنجان شاي أكيد جلسنا في أحد المقاهي الهادئة وكل واحدة منهن متلهفة لمعرفة ما جديد الأخريات بعد أول رشفة بدأ الحديث بالثالي كل واحدة ستخبرهن عن جديدها وعن حياتها العاطفية وعن الرجل في حياتها وجميعهن اتفقن أنه من الضروري الحديث عن العاطفة وعن الرجل لتحلو الجلسة بدأت أولاهن بالحديث عن حياتها وجديدها والرجل الذي تعرفت عليه وتواعده حاليا كانت خلال حديثها عنه تتلقى العديد من الأسئلة الاستثارية النسائية حول كيف تم التعارف وما وظيفت هذا الرجل وأوصافه كانت تجيب بصراحة لأنها تدرك فضولهن وتعلم أن دورها سيأتي أيضا لتسأل ما تريد تابع الجميع حديثها باهتمام بالغ مع القليل من الدهشة ثم انتقل الحديث إلى تاني واحدة التي حكت تفاصيل حياتها العاطفية بدقة متناهية وأنهته بإعطاء الكلمة لصديقتها التالية في الجلسة كانت نظرات الاستغراب والذهول والارتباك تزداد كلما تكلمت كل واحدة منهن عن حبيبها إلى أن جاء دور آخر واحدة منهن فهتفت باستغراب قائلة ألا تراحدن أننا نتحدث عن نفس الرجل؟ تمت